وبصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حل وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الافريقية أحمد عطاف مساء اليوم بكامبالا عاصمة جمهورية أغندا في زيارة رسمية تندرج في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى السموء بالعلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز تقاليد التشور رفع المستوى بين البلدين الشقيقين وخلال تواجده بكامبالا ينتظر أن يستقبل عطاف من قبل رئيس جمهورية أغندا السيد يوري موسيفيني لتسليمه رسالة خطية من أخيه السيد رئيس الجمهورية كما سيعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عملين مع نظيره الأغندي حاجي أبو بكر جيجي أودونغو